تلقى النجمة التونسي حمد النقاز لاعب فريق الزمالك المصري سابقا لكرة القدم عرض من نادي الويداذ الرياضي خلال مرحلة انتقالة صفية الحالية وكشفت صحيفة فيلغولا المصرية ان اللاعب التونسي توصل بعرض من فريق الويداذ الرياضي في الميركات الصيفي موضحة ذات الجريدة على ان النقاز لم يحسن بعد في موقفه من عرض النادي الاحمر واوضح ذات المصدر على ان صاحب 29 عام انضم للزمالك المصري قادما من نجم السحلي في الصيف في 2018 لكنه فسخ عقده من طرف واحد في فبراير 2020 ليدخل مع النادي في مشاكل قضائية واشارت ذات صحيفة على ان النقاز لاعب لاحقا لسودوفو اليوتاني ثم الترجي تونسي وعاد بشكل مفاجئ للزمالك في صيف 2021 وقت تولي لجنة الحسين لبيب مهمة ادارة النادي تجدد الصراع مرة اخرى على خدمات المهاجم القابوني اكسيل مايي خلال فترة انتقالة الصيفية الحالية بين الفريق الاحمر والنهضة البركانية وعلمنا من موقع البطولة ان الناديان فاتحا مجددا قنوات الاتصال مع اتحاد طنجا بخصوص المهاجم المذكور بعد ان كان هذا الاخير قريبا من انتقال صوب الهلال السوداني وكان بادو الزاكي مدرب تحاد طنجا قد اكد في وقت سابق ان مهاجمه القابوني اكسيل مايي اضحى خارج حسابة الفريق قبل انطلاق الموسم القادم وقال الزاكي في تصريحات اعلامية بالنسبة لأكسيل مايي فادارة النادي توصلت بعدة عروض من انديا ترغب في التعاقد معها وتابع الزاكي اظن ان انتقاله لأحد الانديا اضحى وشيكا ولا اعرف هوية هذا النادي لكن ما اريد تأكيدها هو ان اكسيل مايي اصبح خارج حساباتي ويذكر ان عقد مايي مع تحاد طنجا ينتهي متم سهر يونيو 2023 علما انه وقع في كشوفة النادي الازرق في اكتوبر 2020 قادما من شباب الريف الحسيمي يخوض ايمن الحسوني لاعب فريق الوداد الرياضي التداريب بشكل فرضي في انتظار عودته للفريق الاحمر بالتداريب الجماعية في بنجلون تحذيرا للموسم المقبل ويجري اللاعب الحسوني استعدادا للموسم الكوروي المقبل تداريب فرضية بغابة بوسكورة ونشر اللاعب المذكور صورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام يشارك جمهوره بعد اللحظات من تداريبه ويسعى اللاعب الحسوني للحفاظ على لياقته البدنية قبل استئناف الفريق الاحمر للتداريب المتوقعة بدايتها غدا تلتاء بمركب محمد بنجلون ويرتقب ان يدخل الفريق الاحمر لمرحلة الاولى من التداريب بمركب بنجلون تحذيرا للمشاركة في الدور انتيفي ومن المنتظر ان يسافر فريق الوداد الرياضي في العشرين من غشت الحالي الى مدينة سعيدية بالدور انتيفي المقرر يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي بمركب البلدي ببركان والمركب السرفي بوجده يجد فريق الوداد الرياضي صعوبة في ازراء تعاقدات صيفية المتبقية لها بعد ازرائه لبعض صفقات التي شملت جلها خطي الهجوم وخط الوسط واكدت مصادر مطلعة ان توصيات بلغت رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصري تفيد التركيز على التعاقدات الصيفية على خط الدفاع جراء الخصاص الذي يعاني منها الفريق في هذا المركز واعتابع ان الناصري يصادف صعوبات تهم التعاقد مع مدافع اثنين خلال المركات الصيفي الحالي وذلك لنذرة الاسماء القادرة على حمل قميص فريق الوداد الرياضي وخلافة اشرف داري في الفريق واجرى فريق الوداد الرياضي صفقات في المركات الصيفي ابرزها المتعلقة باستعادة محمد اونجم وضم مهاجم الرجاء الرياضي السابق حميد احداد بالاضافة الى سيف دين بورا قادما من شباب المحمدية كمعار ويلزم فريق الوداد الرياضي ضم بعض الصفقات الدفاعية لان الحسين عموتة مدر فريق الوداد الرياضي يلعب بشكل اساسي على الدفاع كشفت مصادر مطلعة ان الاطار الوطني مصطفى الخلفي هو من سيتولى تداريب فريق الوداد الرياضي وكذلك الاشراف على الفريق الاحمر في الدور انتيفي الى حين الالتحاق الحسين عموتة بتداريب الفريق وابرزت ذات المصادر على ان مصطفى الخلفي مساعد عموتة هو من سيقود تداريب فريق الوداد الرياضي لهذا الاسبوع في انتظار الالتحاق عموتة واللعبين الدوليين واشتغل الخلفي كمدير رياضي في المغرب الفاسي وقبل ذلك كان مساعدا للمدرب وليد الرياضي في فريق الفتح الرباطي كما انه يعد من ابرز المنقبين على المواهب في المغرب والقارة الافريقية يستأنف فريق الوداد الرياضي يوم غد تلتاء تدريباته بمركب محمد بن جلون استعدادا للموسم المقبل ومن المنتظر ان تعرف تداريب فريق الوداد الرياضي غياب كل من يحيى الجبران ايوب العملود ريد الجعدي ويحيى عطية الله بسبب التزامهم بالمشاركة في التجمع التدريبي للمنتخب المحلي والليبي مؤيدا لا في بداعي الاصابة جدلون بالذكر ان ادارة فريق الوداد الرياضي كانت قد توصلت الاتفاق نهائي مع المدرب الحسين عموتة للاشراف على العارضة الفنية لفريق الوداد الرياضي بداية من الاسبوع المقبل في انتظار التوقيع العقود الرسمية